موسيقى موسيقى لقاح هو تجعل الشخص باش تكون عنده واحد المناعة مكتسبة اللي تتحميه من هاد الفيروس اللي تهوى تشكل هاد المرض اللي احنا تنعيشه الان على الصعيد العالمي والصعيد الوطني إذا ديك المناعة المكتسبة عندها واحد الثقف زمني ديال 6 شهور تل 8 شهور من بعد الشخص ما تتبقى وش عنده ديك المكونات اللي تيحميه بهذه المناعة لهذا من بعد 8 شهور تيكون ضروري ومؤكد باش تتعطى واحد الدفعة ديك المناعة باش يسترجع ديك المناعة دياله اللي مشات له وهذا هو السبب علشنا نهضره على جرعة تريدة تتعطى هو اي دواك ما كان نهضره على اي فروس لأي حاجة ولا بده ما تكون عنده مزايا وتكون عنده مساوي غير شو اللي بغينا يقدر يكون عنده تسعود وتسعين فاصلة تسعود فالمية ديال المحاسين واحد صفر فاصلة صفر صفر واحد ديال المساوي اذا الشخص خصوي الاخذ اللي قاح تحمي راسه تحمي المجتمع تحمي عائلته وتحمي راسه باش معمره يتصاب من ذاك الفيروس ممكن هاد المضاعفة اللي تقدر توقع عليه كيف معمرات هي تقدر توقع عليه وتيلاجات اشنه تدوم نهار ولا يومين فيها السخناء فيها الالم في الراس ومبعد تتمشي ولكن ذاك الشخص اللي تكون اخذ اللقاح تكون تحمى الواحد المدة طويلة زمنية يعني كنصيحة الناصحة تصلهم الوقت يعني كنصيحة الناصحة يمشوا عملوا اللقاح لانه اللقاح هو الحل السبيل باش ان تخلصوا من هاد الوباء ومن هاد الفيروس دبا احنا تنعرفوك ان الاشخاص اللي باقين تتطدوا هادوك الاشخاص اللي تتطدوا هم تيجعلوا هذيك المناعة بحالة نخروها انه باش تكون عنا واحد المناعة جماعية خاصة تكون عنا واحد سبعين في المئة اكتر والناس تكونوا فرضا وجماعة ياخذوا اللقاح باش مما سرعنا في الوتيرة باش مما غادي نكتسبوا هاد المناعة الجماعية كل هيا فاقرب وقت دراسات كلي تتبين بينوا المناعة عند واحد مدة ديال ست شهور تلت ديال طمان شهور من بعد المناعة تضطح ودك شلي وقع الان او اتخذات الجرعة الاولى و الجرعة التانية انه هاد الجرعة التالتة شكون هم اللي المستهدفين هم الناس اللي اخذوا الجرعة الاولى و التانية تقوليك بعد ثمان شهور هذيك المناعة نزلت شكوني تقول او ثاني من بعد ثمان شهور اخرى وش هذيك المناعة غادي تبقى دايمة او لا غادي تنزل لا قدر الله انزلات هنا تنظرو على الجرعة الرابعة وتنقدروه و غادي الامور لانه من حد الفيروس باقي اخذنا دايما نقوي المناعة عن الشخص ممكن غير ما ننسوش هذا فيروس جديد و مستجد كل مرة تيخرج لنا واحد الخبر ممكن يكون هذا من كيف ممكن يبان شي علاج و يتبان شي حاجة اللي تجعل ديك المناعة تتولي دائما لانه عندنا فيروسات اخرى اللي تيكون اللقاح و المناعة تتبقى دائما هذا ضروري و مؤكد لانه الاطفال تعيشوا مع والدهم و مع عائلتهم هذي الاطفال إذا ما حميناهمش ممكن الولدهم غادي دوزلهم الفيروس و هذو كل الاطفال غادي يمشوا للمدارس و غادي عاديوا الاصدقاء ديالهم و هذو كل الاصدقاء غادي يمشوا عائلاتهم و الأمور غادي يبل اللهم إلا حمينا هذي الاطفال حمينا لهم الصحة ديالهم و حمينا العائلات ديالهم و حمينا المجتمع فالفيروس تصيب لا كبر الصن و لا صغر الصن تصيب جميع الفئات موسيقى فعلا على حسب المناعة إلا كانت المناعة بعد 8 شهور تاهم ضعيفة عند كل الأشخاص خسرت تعطيهم جرعة ثالثة ولكن إلا كانت المناعة المكتسبة تتبقى عالية لا داية ولكن هنا معطيات لنوهات الشتاء تعرف غير في المختبار نعرف عن كل شخص شحال العدد ديال دوك المكونات التي تحميه الشخص إلا كانت عالية فلا داعية ولكن إلا كانت هابتخصن كل مناعة عن الشخص هو في المواسم الخريف و ديال الشتاء دايما تكون واحدة بارطفاع حالات ديال الفيروسات اللي عندهم علاقة بالجهاز التنفسي ولكن الآن الحمد لله باللقاح اللي هو موجود وبهتدابي الاحترازية ممكن هادك الموجة تكون أقل من ديك الحدة اللي تقدر تكون عليه كنما كانش هذا اللقاح وكنما كانوش هادتدابي الاحترازية وهنا يعني واحد تجيه واحد نداء الناس اللي ماخدوش اللقاح مشيوا ياخدوا اللقاح والناس وسي يردوا البال التدابي الاحترازية لاسيما ارتداء الكمامات التباعد الجسدي عدم الاقتضاد وكثرة غسل ايادي من صابون احنا نشوف اول نتيجة السنة اللي فات هادوك الكمامات وهاد التدابير جعلات الحدة ديال الاقريب ما كانش عالية بزاف كانت قليلة ومناش من هادوك التدابير الاحترازية انتمنى وهاد تدابير الاحترازية تقل حالات ديال الاقريب ويتقل حالات ديال تلا كوفيد ان شاء الله كان عامل واحد وليت يحدث كل شيء هما المعطيات الوبائية من حد المعطيات الوبائية تتنزل تخفيف تكونوا تتزادل بحدة من حد المعطيات الوبائية تتطلع من حد اجراءات تتولي ضرورية هذا هو وبناء على ذك المعطيات الوبائية جميع الليجان تتخذ قرارات والهيئة لتتبع هاد الفيروس والسلطة تتخذ القرار بناء على هاد المعطيات الوبائية هو ما شيء هو ما تقول لك بانه في حدود مثلا المقاهي والريستوران ودكش كله في حدود واحد العدد خمسين في المياه وكين في بعض الحالات اللي تتمشي التال خمسة وسبعين في المياه ولكن ما ننساوش واحد القادية لانه بعض المرات يكونوا تجاوزات وهدوك التجاوزات وما اللي يجعلونا رجعنا للخط تضيئ الصفر وهدي غير نقدر نقولك تدابير تدريجية ممكن في الأسابيع المقبلة تدريجية قرارات حتى يترفع هاد الحجر يعني بصفة نهائية ما غدي بقوش الحالات التكاتور لإيماتها غدي تنزل تولي صفر ودك الفاكتور اللي تسمع اغزغو تولي نيت اغزغو ما يتم بقاش عنا ديك ساعات نولي ونعيش الحياة العادية كيف كان عندنا من قبل هاد هاد اللقاح هذا هو الهدف وهتا دابير الاحترازيه هذا هو الهدف دياله دابا كبير يعني ديال الشركة لا ديال فايزر ولا ديال موديرنا تقولوا بأنه هاد الوباء يمكن نقضيو عليهم دابا سانا هو غير نيداء وتنبيه انه هاد العملية رايجيد معقدة وتضاف الجهود لا فردا ولا جماعة ومرة اخرى توجيه ديال الناس اللي ماخدوش اللقاح يمشي وياخدوا اللقاح والناس اللي ياخدوا هالتدابي الاحترازيه ما فيها نبهو مرة اخرى ارتداء الكمامات تباعد الجسدي عدم الكثيضات وكترة تغسل اياده بالصابون لانه هاد شي كله تيعرش تيعود بالمنافع احنا شنا بهنا وكين واحد تغيير في المجتمع من قبل كانوا تسعين في المياه ما تياخدوش الكمامات وممكن واحد دابا والات واحد عشرين في المياه الان هم اللي ما تياخدوش الكمامات الامور تنقلبت فاخصنا نزيدو حتى نوليو مياه في المياه تناخدو هاتدابي الاحترازيه واللي غادي جعلنا نتخلصو من هاد الوباء ان شاء الله اشتركوا في القناة